تحت شعار مسارات التحول والتكيف انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الإسلام والإسلام السياسي في أوروبا في مدينة البندقية بإيطاليا المؤتمر الذي عقد على مدار يومين شارك فيه نخبة من الأكاديميين والباحثين المختصين من أوروبا والعالم العربي والولايات المتحدة الأمريكية حيث يهدف المؤتمر إلى قراءة واقع المسلمين في أوروبا عبر جلسات نقاشية تمحورت مواضعها حول الوقوف على التحديات التي تواجه الساحة الإسلامية في أوروبا ولسيما في الوقت الراهن التي تعاني فيه المنطقة من ظاهرة التطرف الديني إذ حذر المؤتمر من خطر الجماعات الإرهابية وتنظيمات التطرف التي تدعمها الحكومة القطرية وتشكل حاضنة للجماعات الإرهابية في أوروبا وركز المؤتمر على جماعة الإخوان أهم تنظيمات الإسلام السياسي المرتبطة بقطر والممولة منها وفي الوقت ذاته قيم المؤتمر أبرز قادتها في الدوحة في ضيافة وثيرة أو على رأسهم مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي كما توضع تحت تصرفهم قناة الجزيرة وصحف ومراكز ترتدي ثوب الأبحاث والدراسات أن الذين استفادوا من ثورة رابع العربي إنما هي طيارات الإسلام السياسي التي تعيد الحالة العربية إلى أعادين سابقين عوضة أن تدفع بها نحو استشافي مستقبل أكثر إنسانية أكثر انفتاع على القيم الكونية وربما هذا المؤتمر هو مساهمة خصوصا في الفضاء الأوروبي من أجل التمييز بين شكلين شكل طغى وربما ليس هو الذي يحمل القيم الكونية للإسلام وشكل ينبغي إبداعه وينبغي التفكير فيه إشكالية أو مأزم اندماج المسلمين الأوروبيين وهذا الانفصام الذي يبدو غير طبيعي وغير مقبول بين دوائر الانتماء بحيث يجد المسلم نفسه كأنه في تناقض بين هويته الدينية وبين انتمائه الديني وبين انتمائه إلى دولة أوروبية يحمل جنسيتها حان الوقت لمناقشة هذه المواضيع بالجرع المطلوبة بالبرودة والرسانة العلمية الضرورية إلى جانب ذلك ألقى المؤتمر الضوء على رسم خريطة المؤسسات والمراكز والفاعلين في المشهد الإسلامي الحركي وموقعهم وتأثيرهم على المجال الإسلامي في أوروبا كما عرض أهم المسارات والتحولات الأيدولوجية والتنظيرية التي طالت واقع الإسلام في القارة الأوروبية وقدم رؤى استشرافية بخصوص مستقبل الإسلام في أوروبا